بسم الله الرحمن الرحيم بيان ثوار ساحة الحبوبي لا يخبأ على أحد مدى اتزام ثوار ساحة الحبوبي بالإجراءات الوقائية لجائحة كورونا والجهود الإنسانية وحسب توجيهات خلية الأزمة ووزانة الصحة وتوصيات المرجعية الرشيدة إلا أن الأجهزة الأمنية استغلت هذا الظرف الحج لتحقيق مآربها حيث أقدمت على مدهمة واعتقال بعض الثائرين بطرق تعسفية وعليه نحمل المسؤولية للسلطات المركزية وقادة الأجهزة الأمنية المتمثلين بكل من حارق الخيام قائد شرط الذقار ناصر الأسدي ومدير الاستخبارات عزيز شلال ومدير مكافحة الإرهاب مؤيد العسكري محددينهم من النتائج المتلتبة على ذلك فلكل فعل نرد فعل وعليه نطالب بما يلي أولا إيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين ثانيا إطلاق صراحة الثائرين السلميين الذين اعتقلوا وفورا كما يمهل ثوار ساحة الحبوبي الأجهزة الأمنية مهلت 24 ساعة لتحقيق ذلك وبخلاله سيكون لنا رد فعل وإلا سندعو كافة الثوار للانتحاق لساحة الحبوبي المجد لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحة والنصر لثورتنا التاريخ 20-04-2020